السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا العنوان حسب يالله ونعمل وكيل بس مش في الكبة دي طبعا الكبة دي سكاني فهي صيني فانا قلت لازم باقي عشان الكبة بتاعتي بوزت وما كملتش سنتين وكانت مركة وقعدت بقى اعمل سرش واحلى كبة واحلى شركة ان انا اشتري منها الكبة تكون حلوة واتقض معي فترة طويلة فالمهم بوزت مني فالمفروض ان انا ودتها للشركة على اساس ان يوفرولي الكطع الغيار طبعا الكشف بتاع الكشف تصليح الكشف بس عشان يعرفوا اللعيب اللي فيها بتدفع من الجينية وطبعا لحد الوقت ما وفروش ما وفروش كطع الغيار فاضطريت ان انا ابحث على كبة قلت لأ انا مش عالة الغلطة تاني واجيب كبة غالية ويكون مركة فقلت لأ انا هجرب بقى الكبة اللي بيقولوا عليها بقى دي حلوة جدا انا الفيديو دي على فكرة بقى له شعر مرضتش انزله يعني الكبة دي انا جايبها بقى لي شعر او اكتر كمان ما بحبش اعمل ريفيو على حاجة ما كونش جربتها معنى ان انا طلعا لكم بقى بالكارتونة وكده انا مش مجرباها فلازم اطلع بالحاجة اكون مجرباها كذا مرة مش مرة واحدة بصوا دي اللي عجبتني قوي انا باش اقول لكم على اساس ان دي معدن مش بلاستيك كتر الاستعمال بتتهري يعني الكبة دي عجبتني جدا انا كل ما جاي استخدمها بامانة والله العظيم احمد ربنا باحمد ربنا وبقول بسم الله ما شاء الله بجد ما يحسد المالة لاصحابه فبحب ان انا ايه حبتها بجد قوي كبيرة يا دي مركة طبعا دي زي ما قلتلكم 6.5 لتر الحلة والحلة في ثلث وكمان عجبتني عشان السلاح بتاعها 3 وبيدي كمان سلاح يدية معيها يعني بيديكي سلاح اضافي والسلاح تحسي كده جامد مش بيتني بسرعة لا متين قلت بقى ايها اجربها بقى كده وبعد كده اعمل لكم ريفيو عليها فانا جربت بقى عملت بقى كفتة وعملت طعمية وعملت كمان البصل والبقدونس بصوا بصوا بتفرم حلو جدا بقى مانة بصوا عاملة ازاي وما بتعصرش الحاجة ما شاء الله عجبتني قوي و دي عجبتني ان انا جيبها كبيرة على اساس ان كمان الكبه بتاعتي التانية كنت لو جبت فلفل احمر انا بحب قوي اجيب الفلفل احمر وبيجي معا المعلقة دي المعلقة الصغيرة دي بحيث ان انت تنزلي منها الحاجات اللي احنا بنفرمها طبعا بقى بقى بصوا دي كبيرة على فكرة هي مش واضحة في الفيديو بس هي ما شاء الله عاملة زي العجانة كده كبيرة وكمان الفلفل انا بحب اجيب فلفل كيلو وفلفل احمر كده بتاخده كله يعني بتاخد الفلفل كله انما في الكبة التانية بعملها على ثلاث مرات الفلفل فهي بصراحة عملية عملية بجد وحلوة انا كنت مترددة فعلا ان انا جيبها بس الحمد لله رب العالمين ان انا جيبتها وسعرها مش غالي يعني سعرها حلو انا الكبة بتاعتي وصلت للاربع تلاف يعني دلوقتي وصلت للاربع تلاف فدي بالنسبة للسعر بتاع الكبة دي حلوة قوي 1700 جنيه الكبيرة في طبعا الصغيرة اللي هي بتبدأ متهيقلي بكم لتر اربعة متهيقلي او اتنين ونص مش فاكرة بس اللي لفتت نظري الستة ونص لتر بصوا انا بحط الفلفل حطيتوا كله من غير ما قطعوا ولا اي حاجة بصوا ما شاء الله عملية جدا وحطيتهم انا بحب بعمل الهريسة دي بحبها على طول ان شاء الله بقى هنزل لكم طريقة العجين الطعمية اللي انا عملتها حلوة قوي او هتعجبكم زي ما انتو شايفين كده انا لازم السكينة ازبطها عشان ايه اركب الغطة كويس والمطور المطور بيركب كده يعني ولا بتلف شمال ولا يمين هو بيركب كده لوحده بصوا بس اهم حاجة السكينة تكون متركبا مزبوط بتتفرن بسرعة بجد ايا فها سرعتين سرعتين انا بعمل السرعة الاولانية عادي يعني وبضرب ضربتين ثلاثة وخلاص بيبصوا بيبقى عامل ازاي وده كيلو الفلفل عملتوا كله يعني ما شاء الله انتو بشايفين هن هي كبيرة بس ما شاء الله عاملة زي العجانة يعني الحلة بتاعت الكبة حلوة قوي واستلس عجبتني ان هي بتتغسل كويس بتغسليها وبتلمع كده ما شاء الله حلوة جدا عملية قوي عجبتني احسن من كمان البلاستيك ان ممكن لونه يتغير لو عملت اي حاجة بكركم او اي حاجة كده فرمتيها بيبقى اللون متغير حلوة قوي كمان وهتوفر لك لما توم الجديد ينزل وحبت تخزيني بقى توم المفروم بتبقى سهلة وهتوفر عليك وقت وفلوس كمان ما شاء الله عملية عجبتني اوي ولو حد بقى عاوز منها انا اعرف حد اللي انا اشتريت من عنده ده توكيل ولو فيها قطع غيار بردك بيوفر هالك بص بس نصيحة هي انت ممكن بتحط البصل عادي صحيح اللحمة صحيحة عادي زي ما بنشوف في الاعلانات بس انا حب ان انا احط الحاجة بتاعتي ما استهلكش المطور اوي مهلكوش احط الحاجة بتقطع على اساس ان انا حافظ عليها ولما بتحافظ عليها بتقض معك فترة طويلة يارب النهار ده يكون الفيديو عجبكم ولو اعجبكم ما تنسونيش بقى باللايك وشير وسبسكرايب وان شاء الله هنزل لكم الحاجات كتيرة اللي انا عملتها لعجينة الطعمية وكمان عملت اللي بني الكذاب يارب النهار ده يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم لايك بقى وشير وسبسكرايب شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته